ننتقل إلى صحيفة القدس العربي اعتراف نادر لزعيم المعارضة الرئيسي في تركيا أنا علوي والنظام تمييزي في عهد الرئيس أردغان قدم زعيم المعارضة الرئيسي في تركيا كمال كيلشدار أغلو اعترافا نادرا بشأن أصوله باعتباره ينتمي لأكبر قلية دينية في البلاد وذلك في أحدث محاولاته للحصول على دعم قبيل خوضه الانتخابات في الشهر المقبل والتنافس أمام الرئيس رجب طيب أردغان وأنقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن كيلشدار أغلو قوله في مقطع فيديو تم بثه على تويتر وحصل على أكثر من 12 مليون مشاهدة أنا علوي مشيرا إلى أنه في حال تم انتخابه لن نتحدث فيما بعد عن التمييز والاختلاف بل سنتحدث عن شراكتنا وعن أحلامنا المشتركة ويهدف خطاب زعيم حزب الشعب الجمهوري العلماني لأقناع الناخبين الشباب بدعا كيلشدار أغلو أمام ما وصفه بالنظام التمييز في عهد أردغان الذي يتولى حزبه السلطة منذ عام 2002 وله أصول في الحركات الإسلامية السنية